من جانبه يأكد الناشط الحقوقي في صلفولاذا من عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن انتهاكات حقوق البحارة من قبل النظام القطري انعكس سلبا على وضعهم المعيشي والاقتصادي هذه الانتهاكات المستمرة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على البحارة من فقط يعني كجانب جسماني في جانب كذلك اجتماعي واقتصادي على الصيادين وعلى أسرهم فتضرروا بفعل هذا التعامل القطري اللاقانوني والغير عادل بأوضاع الاقتصادية لهذه الصيادين وأسرهم وعوائلهم وأطفالهم باعتبار أن الشريحة كبيرة التي تعتمد على البحر فهدف الممارسة القطرية هي تقويد قطاع العمل البحري ومهنة الصيد في البحرين وهذا بأساسه يراد منه تشكيل عاق أساسي في الاقتصاد البحريني والقدائي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر